بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مع ام تسني اليوم ان شاء الله ديكم بفكرة صغيرة لكيفية خياطة كياس لحفظ العجائن وبما اني خدمت معكم كمية من العجائن حبيت نعطيكم حتى فكرة كيفة تحفظوها في الواقع احنا بكري كنا نحفظوهم في اكياس سميد لكبار ولكن مؤخرا نلقيت فكرة اني نخيط لهم اكياس بالقماش يكون احسن واحسن هكذا متخافش الاخت من من اللعجين تحق انه يفسد والله اذا كان في اكياس تعقوماش رح يكون محفوظ اكثر رح نبدو بسم الله عندي وش عندي هنا عندي اول حاجة تيوسي هذا يسمي وهلا بوبليم هاو اللي كان عندي لهنا متر واحدة رح ندير زوج اكياس مش كبار بزاف واللي تحب دير اكياس كبار نورمال تقدر دير متر او نصحت المترتين ودير الاكياس يكون كبار اذا انا متر هذا هذا القماش اللي ما تعرفوش هو نفسه اللي يخدمو به مآزر للولاد الصغر على المدارس هو نفسه حاولك ما يكون شرقيق وما يكون شخشين بزاف انا خيرت في لون الابيض كاين في لون الازرق كما كاين في اللون الوردي اذا كيف اذا انا القماش التاعي هاولك الهنا اثنيه على اربعة كما كما تشوفو الهنا هو في العادة العرض تعالى بوبليم هذا يجي عريض بزاف في عرض الله يبارك تشري متره برك تكفي كنا شريت غير متره كفاتني الهنا هاي لك نثنيه على اربعة هذا العرض تعالى كيس وهذا الطول اللي هنا نحاولو ان نحيلو هذوك الزوائد كيما اللي هنا ممكن يكون لي تفصيلو سهل جدا هاملك يكونوا بعد شوية على بعضاهم بسم الله هاكذا نزيد راح نحيلو هنا لان فيه ميل وهذا القطعة هذي راح نحتاجها هاكذا نتحصل على هذا القطعة الان وش راح نتير هاكذا نقول لكم الحاجة حاولوا انكم الجهة التحتانية هذي تقعد لكم مسكرة ما تقطعوهاش بهالكيس ما نخيطوش منه من تحت يعني يكون دور يجين مسكر هكذا يكون افضل راح نفتح اللي هنا برك في الجنب يعني راح نخيط انا الاكياس صغير في الجناب منه ومنه نعمل كفاء اللي هنا في الاعلى هذا مكان بها الطريقة اذا انا رح نلمشينا ونعمل الكفة هنا ايا ونخيطو ونعمل كل جناب الخياطة يكون لكم مليح فظهر صغيرين ون jalgueت الخياطة اشترك аккуonden انتي تفتحش إذن إذن هنا راني على ماكنة الخياطة راح نحاول إذن هنا أنا على ماكنة الخياطة اللي هنا راح نعمل كفة في أعلى الكيس إذن بطريقة هذين كفوك في هادي سم إذن هنا بعد ما كنت كفيت الكيس من الجهة العلوية الأطراف للزوج راح نثنيها على ثنين ونكفلوا الجناب اللي هنا هاولك الجنب الأول أنا نعمل له زيك زيك ونبعد نزيد نكفوه هكذا بهجيني مثبت مليح إذن بعد ما كيف قدرت له كما كنت تشوفون هنا في الطرف طريقة هذي أنا راح نحاول ان ينسني الى إذن هنا في الطرف سوف نقوم بكفة بهيجيني مثبت ملاح نستطيع ان نعود الخياطة الخطرتين نضع هذا الطرف الثاني او الجهة المقابلة نقوم بها بنصف طريقة سوف نقوم بها زجزاج بها و نزيد نقفها كما أريد لكم الخطرة الاولى اذا انا الكيس بعدما كملت الخياطة كنت تقلبته هذا ما كان وش قعد لي ان هنا هذيك القطعة القمش الصغيرة اللي نحيتها من فوق خلاص رح نحاول نعمل بها خيط وهنا ربطوش كهرة رح انا كنت درتها يعني قطعة صغيرة هنا يا ربي ثث صنات ملا رح نحاول نكفها بهات الطريقة نكفها صغيرة لهكذا نكفها حتى للنهاية بنفس الطريقة اذا هكذا ونكفها اذا انا انا احنا يا عفون احنا لأجين اخدمت انا عندي تريدة لي كنت اخدمتها معاقب وهيلك يبس تماما لكم تسمعوا في صوتها حاكذا انا اخذت لي وحدث الثيام ولا اكثر وهي تنشف اول حاجة نحتاج سيار اللي هنا عندي سيار العريض خلاص رح نحاول ان نسيارها نحيلها كامل نحيلها كل شيء الشوائب يعني اللي تكون الحبة مشكارية كاملة رح تضح الهنا ونلمها في الاكيس اللي كنت خدمت معاكم بسم الله نحط بالكمية فقط ونسيار نحيلها هذا ننسير بالذغبة ونحاول اني نشف فيها هنا يعني تكون الحاجة تحت فيها املا نحيوها بحكم خميها نقية تماما إذن هكذا ونحطها في الأكيس اللي خدمت إذن هكذا نعمل لك الأكيس كنت أراني ننفض كما أردت لكم وننقيها مليحي من أي شوائب تكون ونحطها في الكيس اللي خدمتم معكم إذن أنا راح نواصل بنفس الطريقة هكذا برك المشاودي كما تشوفوا انا صفيت كامل تريدة كنت بسيار كما شفتوني حتى بقى لي هذا هذا وجهة من تريدة انا بطلي هذك الارطب اللي قعد فيها بعدما نشفت يولي طير لكم كما قلت لكم فاسي الماء هاولك كامل طير وهذاك الحبات اللي ممش كاملين اللي دائما يكونون نصف هاكذا هذو كامل يطيرو هاملك تعالجناب هذوك الحبات اللي يكونون ممش كاملين كامل يطيرو اذا وانا كنت حطيت كامل تريدة في الاكياس في الكيس اللي خدمته معاكم والشخشوخة اللي كنت خدمتها معاكم ثاني كنت لميتها في الكيس بنفس الطريقة اذا انتو مالعجين تعاكم تقدروا تلموه بالطريقة اللي وريتلكم سوى تريدة سوى شخشوخة بنفس الطريقة اذا هذه هي فكرتي اليوم راح نوريلكم شكرا بعد ما نكملها اذا هاي لك تريدة اللي كنت لميتها اللي هنا راح نتكر لها الفم بتاحها بالخيط هذك اللي خدمتوا معاها هكذا ديروا انتم اكياس يكونوا الافضل شوية كبار بها تخبيو فيهم اذا جاتكم كمية كبيرة تقدروا تخبيو فيهم وتحطوهم هكذا في البلاكارتتاكم في بلاسة تكون اكيد نشفة هكذا بلاسة تكون لكم نشفة طبعا ما تكونش من الدياب هما يتشمخوا الخمش افضل من انكم تحطوهم في بورتمانجي راح ان يخسر اذا نتمنى فكرتي لليوم تكون وصلت لكم وعجمتكم ما بقى لي غير نقول لكم تهلا وفي انفسكم ودومتم انفوية اوفية لقناة امت السنين والسلام عليكم